السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في عمليات الفصل الكورس المقدم لطلاب الهندسة الكيميائية بجامعة الملك خالد الفصل الدراسي السابع تكلمنا عن Liquid-Liquid Extraction ذكرنا بأنه عملية Liquid-Liquid Extraction تعتمد على Mixing وشرحنا أبعاد تأثير Mixing على كفاءة العملية أيضا تتكون العملية من الشقة الثاني منها وهو Settling عملية Settling هي ترك الخليط من Solvent وال Feed حتى إنهم ينفصل من بعضهم البعض ومن ثم نتحصل على Two Layers تتكون من Extract والRaffinate من المشاكل التي تواجه عملية Mixing تكوين Emulsions لماذا؟ لأنه Emulsions مركبات مستقرة Phases مستقرة لا تنفصل فبالتالي إذا تكونت Emulsions لن نستطيع إننا نتحصل على هذا الشكل و We will simply obtain a single phase بذلك نكون فقدنا جوهر عملية Extraction وهذا يعد فشل Liquid-Liquid Extraction كيف تحدث Emulsions كما ذكرنا سابقا Higher Mixing Will result in the formation of Emulsions Emulsion Particles حتى لو استقرت لو فصلت It takes a very very long time to settle and in industry time is money and this has to be avoided طيب في بعض الأحيان نحتاج إلى Intensive Mixing لضمان كفاءة العملية لكن نخشى تكوين Emulsions فنستطيع إننا نتلافى حدوث ال Emulsions بإضافة ما يسمى ب Coagulants هذه عبارة عن مركبات تمنع حدوث ال Emulsions وبالتالي تضمن The two phases are Maintained Together Continuous Extractors Faces Less Severe Emulsion Creators هذا النوع من أنواع ال Extractors في أجهزة Liquid Liquid Extraction بنجد بأنه من النادر جدا أن تحدث فيها عمليات تكوين ال Emulsions أيضا هناك خاصية أخرى شبيهة Similar Phenomena شبيهة بتكوين ال Emulsion بنطلق عليها اسم Rag Layer Rag Layer هي عبارة عن طبقة تحتوي Loose Solid Substances مواطس صلبة تكون Floating في المنطقة الفاصلة ما بين الاكستراكت والرافينيت في هذه المنطقة بنجد Rag Layer وهي عبارة عن مواطس صلبة تطفو في هذا الحد الفاصل ومن أين تأتي هذه المواطس الصلبة It is usually foreign impurities شوائب موجودة في الفيد stream تبدأ تترسب في النظام أثناء عملية الاكستراكشن هذه Rag Layer تشكل مشكلة ولا بد من تلافيها يتم ذلك يتم ذلك بواسطة سحب نسحب هذه الطبقة ونفصلها بواسطة الفلتريشن ثم يعاد الخليط عملية ثم يعاد مرة أخرى وبذلك نضمن كفاءة عملية الاكستراكشن وخلوها من أي شوائب whatsoever بصورة عامة نستطيع أننا نجمل بأن عملية اختيار الجهاز المناسب لأداء عملية الليكويد الليكويد اكستراكشن اتن اندستيريال سكيل لا بد أن تنظر إلى اوبتمايزيشن افده صولفت يوزيج الصولفت هو عبارة عن مادة مستهلكة لا بد من استخدامها اتن اوبتيمم يوزيج لا نفرض في استخدامها حتى إننا لا نفقد مادة ذات قيمة اقتصادية كمان لا نقلل من استخدامها حتى إننا لا نقلل من عملية الماس transfer وبالتالي كفاءة المنتج فا we have to optimize the solvent usage أيضا العامل الثاني الانرجي consumption we need to maintain it to the minimum level to ensure that the cost and benefit analysis of the system does provide us with an ultimate result result موسيقى